هاشتاك جديد مشكلة مجتمعية جديدة حلقة جديدة من سكر بني برنامج كون المنفضل أصبط برنامج في العالم في حقيقة طيب يا اخوان الهاشتاك اللي نحن نجي أني تكلم عنه هاشتاك جميل جدا جدا كلنا علينا الأمرين بسبب العادة المجتمعية السخيفة دي هاشتاك عزي وأمشي ناس كتير ما حيتوافق معك في موضوع إنه العادة المجتمعية السخيفة الموضوع اللي حنطرحوا الليلة شوية كده موضوع حيكون فيه اختلاف وأرأ فيه ناس بتشوف يعني إنه لمة الناس في العزة يعني عادة جميلة من عاداتنا الناس يعني بتقيف مع بعض في وقت صعب زي دوي دي فعلا حالة مطلوبة لكن ما بقوله الدنيا تغيرت الظروف تغيرت الموضوع بيقى صعب شوية فالموضوع بيقى فيه ضغط مبالغ فيه على أهل المتوفي لكن هنا دار عملي مداخلة سريعة كده قبل ما تسترسل في النقطة دي أنا هنا قدت أول هاشتاك بيقول عزي وأمشي ما قال مات يتعزي فنحنا في الهاشتاك دا ما عندنا مشكلة العادة طبعا جميلة إنه الناس يجوا يصبروا أهل الميت اللي هو دا عزي وأمشي دي اللي هي ايشنو نحنا عاوزين نلغي الحياة التانية بتاي مصاحبة مثلا قصة حقيقية حصلت معي عشان ما يقولوا قالوا بتاع وكده دو كان عندنا واحد صاحبنا ومتوفت ربنا يرحمه إن شاء الله عزي الأزهري قاموا يا أخي طبعا عندنا عادة إكرام الضيف جاءت صواني وبتاع لأنه من جوقت بتاعه كده دا جاءت صواني موضوع طبعا فيه نقاش كويس معاكم موضوع إنه الأكي في السماية قال في العزب كده أسنا ما الناس يعني طبعا هتا في الحزي يعني بتكون شنو جاي بتكون ناس بيكونوا جاي من بعيد كده دو بتاع فتخد في وطنك السهلة كده دو بتبقى مارق يعني لأنه شنو لو الناس كلهم قالوا لا 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 والله طبعا إحنا ما داعينه بتاع موضوع بيبقى شوية ما زال فتخد في وطنك السهلة كده دو بتبقى مارق الحصل كالآتي واحد من الناس القاعدين في الصينية الجنبنة نادة واحد من أهل لا 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 ما واحد معلش ما واحد من أهل الميت نادة ولد المرأ المتوفية والله أخاص معارك الله يجب لينا صلى التسوى ديها يعني زي ده ما تعرف تقول يعني ما شنو يعني بلا مبالاة ليس لا مبالاة دي عادة سيئة جدا جدا الموضوع مرق من أنه لا مبالاة لأنه تبقيت بتضر شعورا آخرين يعني الحياة دي بتلقى ناس كتير يعني بيجوا في العزة بيجوا أول حياة الواحد بيجي ها الفاتح 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 ها مشار بريو فيها كده النظام خلاص قضى الوايب بعد كده بيمشي بيعمل شنو أول بيجي خاشة صيوان ها وين الشباب وين الدفعة وين اللوك عمامك الكوار دي من أسلو هالحاجات بيجوا بيمشي بموناسة القعدة وشنو بيكونوا قعدين يلا شنو في يلا كمان عين في بداية قعدتهم بيكونوا عاملين فاين وشنو والله يا أخي حزناني الشيب ينفتحوا واحدة بعد شنو بيتبدأ بشنو بيجي 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 يا أصم الله بيجي 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 ها 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 وضع دوك عمانت شنو أسمع يا أولاد على قلال شاية أسمع أسمع على قلال ما تخلط لي سكر لأنه عمك ده يا أخي عنده سكر كويسو اسمع here كيف بيت زوفغات بإبطتك حياتك كيف ن Rug 시خم بعد رأي كنو يجي بيbereich يوجد قدمها يتونسوا البيتاع أهل الميت بدل ما أنه الواحد شوف دايماً الحاجة يلاحظ له بدل ما الواحد أنه يكون حزنان على الزور المات له بيكون شايل هم أنه كيف يكرم الناس الجوه عشان يعزوه ديل دي حاجة سمحة من أنه تكون من الناس أهل الميت لكن دي عادة سيئة بالنسبة للناس بيكونوا قاعدين وبيعملوا دوائر بيخلصوا كل يوم فرصة عشان يقابلوا بعض كيف يكون منتدى بتاع أهل الميت بعد يداحوا كده بيسوا أصلاً هم جلشنوا حصل لك مواقف في عزة كيريدة قالوا يا أخو الله يجب لينا صلاة الصوت برده كثير كثير شديد لا مرة لا مرتين لا عشرة دي العادة الماشية دي الحاجة الماشية طيب الجزء اللي اتكلمنا فيه ده كان النقطة المادية أو التأثير التأثير النفسي علي أهل المتوفق في نقطة تانية اللي هي مع الظروف الحالية زي ما قلنا التأثير المادي الوجبة اللي بوفرها للضيوف الناس اللي بتجي من حتات بعيدة مسافرة وتقع باليومين والثلاثة والأسبوع والشهر بحاجة مهلكة يعني بطريقة كده ما طبيعية خصوصاً مع الظروف اللي الحاصلة حالياً في البلد تبقى عليهم زي بقولوا ميتة و خراب ديار نحن عندنا عادة سودانية اللي هي الكشف يعني في الناس بتجي تخد تسهل و بيتمشي حاجة صفحة جداً لكن الكشف ده في الوقت الحالي ده ما بغطره على الكلام ده يعني انت النازل تتخيل الزوال المتوفدة يعني لا غضر الله كان مثلاً كان في مستشفى تخيل أهل هديل كانوا مدى الإرهاق النفسي والمادي والمادي أصلاً لما نخش عليهم موضوع زي ده انتهت منهم انتهت منهم مشكلة انه ناس بيجوا بعقلية بتاعت انه انا جاي هنا اوكي انا قاعد عشان اواسيكم تماماً ليه انت بتتوقع انه المفروض يتوفر ليك نفس الوضع انت كنت عايش به في بيتك ليه متوقع انه كنت انه من تقوم الصباح المفروض تشرب شاي لبن ده لو ما بيقى فيها بس كبير ليه متوقع انه المفروض ده تفطر وتتغضى وتاخد شاي الغضاء تاخد الجبنة وتتعشى يوفرك حتة تنوم فيها في ناس بتصبها تصبها الواحدة دي وبتقعد كده ما طبيعية ده في الوفيات حتى في هاشتاك تاني عزي ومشي ده نتشر واحد تاني بارك ومشي لكن ده نجيه مرة تانية يا اخوان ده نجيه مرة تانية لكن هنا ده في الهاشتاك بتاع عزي ومشي فيه تقريدات مثيرة للاهتمام بصورة سمحة بتطرح اعراء مختلفة وجهات نظر مختلفة عندنا هنا ده صار اسامة قالت في بك حبوبتي في مرة قالت السيرفيس تعبان يا بتي عشان جابت لها الشاي بنعناع بدل هبهان طيب عندنا اخوانا نسرين بتقول يوم اختيت وفجت احنا كنا بنبكي وما مستعبين الحصل وحزنانين فجأة اسمع النسوان بيقولوا يا اخوانا ما عندكم فطور ولا شنو الكلام ده قبل الدفن نشوف تويتر بعديها غادا قالت طبعا كلكم والبتقول انا ما باكلت العزة جيبولي اكل من الجيران لا انت يا عزي وامشي بيتكم حبيبتي انا مصنع انا حبيبي انا تحية للستاذة بسمات عندنا مزعب بيقول جارنا توفى ولد وبعد الدفن على طول قال لنا العزة حده هنا اكتفوا بالدعوة اللي هو الرحمة والمغفرة قطلوا ليه هو غران الناس الحلة طلعوا ابو المتوفى منفسين عشان ما عمل خيمة فطور غدا وهيتو زيتو زنبريتة الهاشتاك ده ما في منه اي فايدة والفئة اللي عاوزين توصليها الكلام ده ما في في السوشال ميديا حتى لو تمها حتى لو نسبته مبسيطة والله يا اخي كلامه فيه الشيء من الصحة كلامه فيه قدر كبير من الصحة بالمناسبة انه معظم الحاجة دي بتجي من الناس الكبار الواعي المجتمع ما بحصل بين يوم الليلة يعني احنا ممن يتوقعه ان احنا من نشر فيديو زي ده الناس يقولوا اوه خلاص ناس سكر بني قالوا يا اخي عزي ومشي خلاص احنا احنا عزي ومشي احنا عزي ومشي الكلام ده بيجي اول حاجة اشنو بالتكرار الكثير يعني احنا هنعمل فيديو على الموضوع ده فلان تاني حتحصليه نفس الحاجة ده حيتكلم على الموضوع ده في حتة تانية كويس كده الناس المفروض وصليهم الكلام ده فعلا ما قاعدين في السوشال ميديا لكن احنا احنا قاعدين في السوشال ميديا وحنبقى احنا مكانه في يوم من الايام كم ربنا حيانا فالناس تكون متذكر الكلام ده وانتوا تبقوا في مكانه تبقوا الموضوع بتاع عزي ومشي ولو بعد حين طيب يا اخوان ده كان موضوعنا الليلة موضوع عزي ومشي ما تنسوا اخوانا تشاركونا قصص حصرت معاكم او سمعتوها حصرت في العزيات في الكومنتات تحت بنحاول احنا لما الحياة عشان يومنا الليلة زي ما قلنا حنبقى في مكان الناس الكبارل ومحتاجين الوعي ينتشر حتى انتم حاولوا برضو يعني انشروه للناس الكبارل معاكم في البيت في الحلة انشر المفهوم ما رازم الفيديو حاولوا انشروا المفهوم في كل مكان واكيد كمان ما تنسونا من اللايك والشير والحدي ما نشوفكم في الحلقة الجاية فوتناكم في همان الله السلام عليكم